السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في صفحة وقناة حلول أسئلة اللغة الإنجليزية اليوم سنقوم بحل أسئلة الصف الخامس الابتدائي نموذج من أسئلة نهاية السنة أسئلة كاملة لجميع مادة المنهج نبدأ بحل السؤال الأول وهو سؤال القطعة الخارجية كالمعتاد نبدأ بقراءة القطعة الخارجية ثم ترجمتها اللغة العربية بعد ذلك نقوم بحلها إراك is a country in south-east Asia العراق هو بلد في جنوب غرب آسيا بغداد is the capital of Iraq بغداد هي عاصمة العراق there are two famous rivers هناك نهران مشهوران في العراق tigris and yufats ججلة والفرات في العراق الناس يتحدثون باللغة العربية واللغة الكردي the Iraqi flag is red white and black with the green Arabic writing الله أكبر العلم العراقي به اللون الأحمر والأبيض والأسود مع كتابه باللون الأخضر الله أكبر الآن سنقوم بحل الأسئلة number one the Iraqi flag is blue and yellow العلم العراقي أزرق وأصفر الجواب no لأن في القطعة the Iraqi flag is red white and black with the green Arabic writing الله أكبر number two Iraq is a city العراق هو مدينة الجواب no لأن في القطعة Iraq is a country in south-east Asia العراق هو بلد في جنوب غرب آسيا number three tigris and euphrates are two rivers in Iraq ججلة والفرات هما نهران في العراق الجواب yes في القطعة there are two famous rivers in Iraq tigris and euphrates number four people in Iraq speak Arabic and Kurdish الناس في العراق يتحدثون اللغة العربية واللغة الكردية الجواب yes في القطعة in Iraq people speak Arabic and Kurdish number five Baghdad is the capital of Iraq بغداد هي عاصمة العراق الجواب yes بغداد is the capital of Iraq number six Iraq is in north-west Asia العراق في شمال غرب آسيا الجواب no في القطعة in Iraq is in south-west Asia في جنوب غرب آسيا ننتقل للسؤال الثاني question two choose the right answer between brackets اختر الإجابة الصحيحة ما بين الأقواص وهو سؤال القواعد number one last week ali dash impact data نختار واض اختارينا واض لأن الزمن هنا زمن ماضي last week ولأن الفاعل علي هو مفرد وفي الزمن الماضي الفاعل المفرد اله والشي والإت والآي تأخذ واض number two there is not dash bread نختار أني اختارينا أني لأن أني تأتي مع الجملة المنفية بما أن there is not إذن الجملة المنفية وأني تأتي مع الجملة المنفية أما some تأتي مع الجملة المثبتة number three i dash at seven o'clock هنا زمن مضارع بسيط في زمن المضارع البسيط إذا كان الفاعل مفرد نضيف s للفعل أما إذا كان الفاعل جمع أو الفاعل i أو u لا نضيف s إذن نختار get up i get up at seven o'clock أنا أستيقظ في الساعة السابعة number four how many books dash there بما أن books هي جمع نختار how many books are there كم عدد الكتب هناك number five كرام dash is the breakfast at seven o'clock بما أن الفاعل كرام مفرد إذن نختار has كما قلنا في زمن المضارع البسيط الهي والشي والإذ تأخذ فعل معه s كرام has is the breakfast at seven o'clock كرام يتناول فطوره في الساعة السابعة هنا has هي فعل رئيسي وليس فعل مساعد يجب الطالب أن ينتبه إلى هذه النقطة number six i go to france dash plane نختار buy لأن buy تأتي مع وسائط النقل buy car buy plane buy train أما on تأتي مع المشي فقط on foot ننتقل للسؤال الثاني الفرع b match the sentence in list a to their responses in list b وصل بين الجمل في القائمة a مع أجوبتها من القائمة b number one where is the school أين المدرسة it's opposite the bank إنها مقابل البنك نختار e number two what does she do on Tuesday ماذا تفعل يوم الثلاثة she sees her friends هي ترى أصدقائها نختار d number three would you like some water هل ترغب ببعض الماء أعيد برفير ليمونة دوليس أنا أفضل ليمونة عظم من فضلك نختار a number four what is a cat like ماذا تشبه القطة أو ما هي صفات القطة it's playful إنها مرحة أو لعوبة نختار b number five what's your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة my favorite sport is football رياضة المفضلة هي كرة القدم إذن نختار c السؤال الثالث question three write the missing letters اكتب الحروف الناقصة number one صورة لجو منطر إذن rainy نضع a y rainy منطر صورة للعلم التركي نضع u and e تركي صورة لسمكه fish صورة للخياء cucumbers صورة لأيدي الملاكم boxing الملاكم number six قلم انجلترا england ننتقل للسؤال الثالث write the countable and uncountable in the foreign words write the countable and uncountable in the foreign words اكتب إذا كانت هذه الكلمات معدودة أو غير معدودة نبدأ write الخبز الخبز غير معدود write rice الفوز الفوز أيضا غير معدود cookies cookies الكعك cookies cookies معدود water الماء 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 غير معدود chicken الدجاج معدود خبز question 5 rewrite the following statement with punctuation اعد كتابة الجملة التالية مع علامات التنقيط نبدأ أول ما نبدأ الجملة بحرف كبير is is there any any salad in the fridge نضع أرامة السفان في نهاية السؤال is نبدأ بحرف كبير no بعد no وبعد yes نضع فارزة no there isn't نضع coma any salad نضع نقطة تحسب الدرجة is تبدأ بحرف كبير لأنها بداية الجملة وضع ألامة الاستفهام no في بداية الجملة الثانية يجب أن تكون بحرف كبير الفارزة بعد no و coma أيضا تحسب عليها درجة والنقطة في نهاية الجملة نصل هنا عزائي إلى نهاية حل هذه الأسئلة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها أسئلة كانت واضحة وشاملة لجميع مادة الكتاب أي استفسار يرجع مراسلتنا أو التعليق على هذا الفيديو كما لا تنسون الاشتراك في قناتنا حلول أسئلة اللغة الإنجليزية بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس أيضا كما يمكنكم نشاهد هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعمل فائدة ترجمة نانسي قنقر